دلوقتي نروح لموضوع تاني ونروح لمحافظة أو ست محافظات حدودية بمشاركة شباب من هذه المحافظات تم تنظيم الملتقى الثقافي الحداشر لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر واللي عقد بالعريش بمحافظة شمال سيناء بهدف تعريف الشباب وإلقاء الدوق على المشروعات التنموية في أرض سيناء العزيزة في مختلف المجالات وده بعد عودة الأمن والأمان ليها بفضل تضحيات أبنائنا المخلصين طبعاً عشان نعرف تفاصيل أكتر عن ملتقى أهل مصر وفعلياته في العريش من الأستاذ أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة لمنورنا صباح الخير عليك يا فن أهلاً بك طبعاً بكل تأكيد هو ملتقى مهم للغاية أن يكون فيه موجود شباب من محافظات مختلفة لمعرفة ما يحدث وما حدث بالفعل على أرض العريش لكن عايزين نعرف ما هو برنامج أهل مصر عايزين نفهم عنه أكتر برنامج أهل مصر هو برنامج رئاسي تطلقه الهيئة العامة تطلقه وزارة الثقافة بقيادة الأستاذة نيبين سويلم وبيشفائي الأستاذ بخلي الكبير الأستاذ نشام عطاء يسمى بسجارة الهيئة لعمل أصول الثقافة البرنامج في دورة الحلاشة المراضي كانت أطلقناه في عشر أماكن قبل كلا سعشر مواقع من المناطق الحلية كنا في الأسمرات وأسوان ومطلوح والأرداء وقرس عيد وولادي الجديد وضميات والسيوة والأقصر كانت آخر دورة أما المراضي كان لها مكانة خاصة وحيثة خاصة لأنها في أرض السيناء الحلية طبعاً بعد الأحداث التي كانت تتم فيها نحن البرنامج بضم 15 شاب وفتاين من كل محافظة حدودية من المحافظة الجنازة القاري بالإضافة إلى 15 برد من القاهرة لهذا دمجوهم مع بعض الظرافة الولاء والانتماء لديهم وتعرفهم أماكن زيحية لا تقدر الأبناء حلاء بوش هلاتين أنهم يروحوا سواء لا تقدر الأبناء الوادي أنهم يروحوا الأسوان نحن من هنا نعرفهم الأماكن السياحية ونعرفهم مصر كلها بشكل هذا بيبقى موجود معنا مكشة بوفاة ثالث منهم نشارك معهم بشاركونا في كل حاجة نعملهم ملاشة فنية الولاشة بيكون الهدف منها أساساً أنهم يتعلموا صنعاً أنت عرف حالتك البطارة تبقى الصوات من الوقت موجودة فنحن طبعاً هذه البطاقهم من دواتين عليهم وصنعوا إزاي الحرفة اللي بتمكنوا منها يقدروا يستفيدوا منها ويستحوا باب رزق إليهم جديد حتى لو في بيته وفي مكان زغير جداً يقدر يعمل ورشة دلود زغيرة خالص يقدر يعمل طرق عن النحاسية يعمل الدكوباج الحاجات التي تتبعها والحالة في التراصيل البيئة بقيت حاجة مهمة جداً دلوقتي في بيت الدعاية حضرتك يمكن أن تكلمت عن أن أنتوا قد إيه العريش كان لها طبع خاص عمتاً طيب هل كان اختيار العريش حافظ أو الأمن والأمان ورجوع الأمن والأمان مرة تانية العريش كان حافظ لكم لاختياركم هذه الواجهة تحديداً؟ طبعاً يفهم كانت موجودة الأسبوع قبل الفات في احتفالية العريش وكان الهدف الأساسي أن نخش فيها في الوقت دوت علشان نقوم نوجه رسالة لكل أهالي مصر وكل العالم أننا نقوم بالعريش آمنة ومطمئنة ولدها في انتظار كل مصر اللي كانوا محرومين من أقرانهم في مصر بجد إحنا عيشنا أسبوع هناك ما شفناش غير الخير كله من أهالي العريش ما شفناش غير الأمن والأمان يعني يا ربنا يخلي جيش مصر ويخلي شرطة مصر اللي فعلاً يخلوا العريش آمنة ومطمئنة وفي استقبال الناس كلها الأهالي كمان يعني متعطشين في حالة تعطش للبرامج الثقافية والفنية وخلافه يعني من كل الجهة عظيم أستاذ أحمد الهيئة العامة للقصور الثقافة زي بتستعد لتنظيم حدث زي ده وعدد الشباب زي ما حدثك ذكرت زي بيتم اختيار الشباب اللي بيشاركوا في مثل هذه الفعاليات بيحسن بيختار الشباب المتردد اللي بيترددوا على قصور الثقافة علينا في المحافظات وبيكون في بعض النقاط الأساسية في اختيارهم أو الشروط الأساسية في اختيارهم فإحنا بنجهزهم أجيها طبعا شهر أو أكثر من شهر اللي احنا طلعينه هنعمل برنامج بتاعنا بيكون واحد اتنين يعني من اللي دي والأحداث بتاعتنا هنعمل إيه والزيارات بتاعتنا وإحنا طبعا بنتقابل جميعا في المكان اللي احنا بنروحه بنعود في أسبوع بتعرفوهم أكثر طبعا عن ثقافة المكان اللي انتوا رايحينه والأنشطة الموجودة هناك طبعا بيتعرف على ثقافة المكان بيحصل عصر ذهننا بين الشباب اللي موجودين معنا حضرتك ما تتخيلش لما يكون فرشة فيها ابن حلاب وشلتين وفيها ابن مطروح وفيها ابن فينة وفيها ابن تلقوا لي منتج واحد بأيديهم هم هم العاملين هم الاصنعين وبأيديهم دي في الاخر بتبقى شكل هاي احنا المراض كانوا يكون نفسينا زورنا الشيخ زويد عملنا زيارة للشيخ زويد الناس هناك كانت في حالة يعني مش مصدقين ان احنا موجودين معاهم قابلونا بترحاب غير طبيعي الطريق كان مقفول من الشباب والأهالي اللي كانوا بيرحبوا بينا واحنا داخلين في الشيخ زويد بنعمل لقاء في أصل ثقافة الشيخ زويد وشاركوا معنا بالفعل احنا مية وكنا مية خمسة وعشرين فجينا ان نلقاها مثلا فيها حوالي فوق الثلاثمية مش عارفين نوقف محدش عارفين نوقف محدش وكلهم كانوا بيشاركوا معنا بروحة حلوة بمحبة وفعلا اصلاقوا برضو رسالة احنا أرسلوا رسالة من هناك تعالوا الشيخ زويد تعالوا شمال سيناء احنا متعطشين لكم احنا انتم وحشنا وحشنا مصر جميلة جدا جميل كمان ان انتم تدمجوا بقى الشباب دي كمان في محافظات تانية يعني تاخدوا من الشباب دول تودهم محافظات تانية وشباب المحافظات التانية يروحوا لهم بحيث يبقى فيه دمج ما بينهم وبين بعض وممكن كمان خلينا نقول نقل الثقافات أو نقل الأنشطة ما بينهم وبين بعض هيبقى مفيد جدا جدا ليهم لانه فعلا احنا وحشونا اهل العريش و اهل الشيخ زويد اكيد ان احنا نشوفهم اكتر من محافظات مختلفة بالفعل الفندم ده بتم ده بتم بالفعل الفندم احنا دايما اولاد العريش بيشاركوا معنا في كل الملتقات التالية بس احنا ما كناش قادرين نخش العريش ودي كانت اول مرة لنا ان احنا نخش سيناء فكان ده حدث بالنسبة لنا كان ليه حيثية خاصة جدا جدا اللي بدخلنا بقعة عزيزة من ارض مصر على كل العيام عظيم استاذ احمد حدثك كلمت عن الفعليات اللي بتقام في هذا الملتقى وتواجد الشباب وزي ما كانت بس انت بتتكلم الالتقاء الثقافات ببعضها البعض لكن عايزين نعرف منك ايه ابرز الموضوعات اللي كانوا بيتناقشوا فيها الشباب يعني بكل تأكيد وهم عادين مع بعض بيفتحوا كلام بيتكلموا في موضوعات بيتكلموا في مشاريع فايه ابرز الموضوعات اللي كانوا بتكلموا فيها ابرز الموضوعات اللي كانوا بتكلموا فيها الشباب والان احنا تكلمنا فيها معهم يعني كانت المشروعات اللي تطلقها الدولة للشباب المشروعات اللي بتجهزها الدولة للشباب اتكلمنا معهم في كذا موضوع تاني ملاهدة الالهاب تغيير الفكر حصدك لمكافحة المخدرات والإدمان والمخدرات اتكلمنا معهم في مجموعة جبيرة كل يوم كنا نكلم في موضوع جديد يمثل قضية مهمة من قضايا الشباب كنا يومياً وحتى أثناء الورش وهم شغالين كانوا بيبقى في معنا لكاتران بيعوض يتحدث معهم وهم شغالين في الورشة بيتحدث معهم بيعملوا عطف ذهني في موضوع ما من الموضوعات اللي بتهم كل فرد يعني حررت بدل ما كنا يعني في ظلم نحنا كنا بنجمعهم كلهم في مكان واحد وليديهم ويبقى في معهم لقاء لا كنا كمان بنشوف القضايا اللي خاصة بكل واحد يعني الورشة مثلا بيبقى فيها 15 أو 17 لأ دي على صغير بقى فحنا بنقول ابن عدد عام انت مشكلتك ايه وانت بتعاني من ايه مكانك بتعاني من ايه مكانك وكان بيتحدثوا مهم البكاترة والأساد اللي كانوا موجودين معنا بالموضوع يعني عظيم كل شك لك يا فاند مستوى زحمة يوسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة شكرا جزيلا لحضرتك